شكرا خيرا نتواصل معكم مشاهدين الأكارم من أجل حماية مستدامة للمرأة والطفل أطلقت وزارة الصحة وتنمية الإتمامة بالنيل الأبيض حملة 16 يوما لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل نعم والمرأة والطفل هم قوام الحياة يا أحمد ولا بد من حماية الطفل والمرأة ضد العنف لأن أي عنف ضد المرأة أو الطفل بيخلف نتائج غير إيجابية الطفل هو نحن محتاجين له في المستقبل لأنه هو النش والمرأة هي اللي بتربي الطفل هذه الحملة أقيمت بمشاركة أكثر من 30 منظمة ما بين أممية ووطنية زميلنا صديقة سيد البشير كان موجود في هذه الفعالية وعد لنا التقرير القادم من النيل الأبيض من أجل حماية مستدامة للمرأة والطفل انطلقت من منطقة جوز السلام بمحلية كوستي حملة 16 يوما لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل بولاية النيل الأبيض وتشمل عددا من الأنشطة تغطي هي الأخرى محليات الولاية المختلفة من خلال برامج توعوية وفنية في الأماكن العامة والخاصة بهدف الغضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة والطفل بالنيل الأبيض يمكن حملة 16 يوم السنة جاءتنا حملة مميزة شملت التنفيذة في تسع محليات واحتويت لنا على برامج متعددة منها ملتغى شبابي دورات تدريبية سمينارات كرنفالات اليوم بدين التدشين ضربة البداية كانت من وزارة الصحة والتنمي الاجتماعية دارة التلمي الاجتماعية إلى ممطقة القوز بمحلية قوزتي وجه تيار ممطقة القوز تحديدا ليه لأن القوز هي فيها مجموعة من القبائل السودانية بيوبة مسلين السودان وتأتي حملة 16 يوما بمشاركة أكثر من 30 منظمة أممية ووطنية وذلك بهدف إحداث التغيير المنشود في واقع المرأة بالولاية بيان بتجديد المناشدات صناء القرار والمخططين لوضع البرامج التي من شأنها حماية المرأة وطفر من كل أشكال العنف المبني على النوع ونحن في صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظومة الأمم المتحدة درجنا كل عام بالاحتفال بهذه المناسبة والتي يبتجي في السنتين الأخيرات تحت شعار نحو تنمية مستدامة ولا تنمية معروفة بدون تمكين وتطوير وحماية النساء والفتيات ومناهضة كل أشكال العنف الممارسة جاههم فنحن أدي دعوة لمدة 16 يوم نجدد فيها الزكرة ونجدد فيها المناشدات للمسؤولين وكل صناع القرار والمخططين الاستراتيجين على أساس أن يضع البرامج اللازمة التي تؤطر لبرامج الحماية وبهذه البرامج قد تسيم الحملة في تغيير نظرة الآخرين للمرأة ولكونها تمثل تنفيذا واقعي لالتزام سياسي للدولة تجاه قضايا النساء وحماية حقوقهن وتعزيزا لمكانتهن في المجتمع حملة 16 يوم هي ليست احتفالية فقط بل هي أن نلقاها إنفاز ما تم من تنفيذ سياسات وتشريعات كانت في الأعوام السابقة وهي الالتزام السياسي من الدولة تجاه غضية المرأة لأنه بنلقا أنه غضية المرأة سارت تؤرخ كل المجتمع من كل أشكال العنفة اللي تمارس ضدها العنفة الأصلا بيبدأ بالعنفة المنزلي القصر زواج القاصرات ختان الإناس الضق الضرب إضافة لكذا أن نلقا حتى المرأة في الشارب يتعرض لكمية من التحرشات منها التحرش الجنسي الجسدي الإيزاء البدني وكل أنواع العنف وقد تسيم حملة 16 يوما في رفع الوعي المجتمعي بأهمية حماية حقوق المرأة والطف من أشكال العنف المختلفة من أجل حماية مستدامة للمرأة والطف ووصولا إلى مجتمع خال من العنف صديق السيد البشير الشروق ولاية نيل الأبيض كوستي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر